اشتركوا في القناة ومع ذلك هي كائنات لا تذكر امام سلوك نملة وحكمتها ومهارتها ساعات بعد افكر ازاي الحكمة والخبرة والمهارات والعلم الغريز ده يبقى مدون في مخ نملة هي نفسها مش بينما الارض فما بال دماغها وما بال مخها حاجة عجيبة واعجب ما في النمل انك تلاقي فيه جميع انواع النظم السياسية تلاقي النمل الاستعماري المقاتل اللي عايش على التوسع والعدوان والغزو وعامل نظام ميليشيا عسكرية فاشية يهاجم في جيوش خلايا النمل الاخرى يسرق المخازن ويقتل النمل وياخد البيض والشرانئ غنيمة ياخدها للأعشاج بتاعته ولما يفقس البيض يشغل النمل عبيد وخدم عنه وفيه امم اخرى من النمل مسالمة مضياف تستضيف الخنافس في بيوتها وتقسم معاها الاكل وفيه نمل اخر زراعي بيفلح الارض ويزرع عيش الغراب وشفنا النمل ده ازاي بيقطع قطع مستديرة من وراء الشجر ويسمد بيها يعفنها ويسمد بيها مزرعات عيش الغراب وازاي بيحفر قنوات ومصارف لصرف الماء الزايد فلاح عظيم وفيه امم اخرى من النمل اللي بتعيش على الراعي وعلى حلب نوع من الحشرة اسمها حشرة المن بتفرز مواد سكرية فهو يتغذى على هذه المواد وشفنا انواع اخرى من النمل نمل فردي فيه انواع من النمل الفردي ما يعيش في المجتمعات كل نملة لوحدها كده زي العازي بالهلاس كل يوم يبات في شقة كل يوم تيجي في ورقة شجر تعملها تبات الليلة التانية في ورقة شجر اخرى والنمل له لغة مؤكدة لان مش ممكن حتى تفاهم عشرات الالوف من النملات وتوزع بينها الوظائف بالشكل ده وتواجه الاخطار من غير اللغة مؤكدة كما ان فيه دستور وقوانين في مجتمع النمل يعني مثلا نظام الحكم في النحل غيره في النمل ودستور الحكم هنا غير دستور الحكم هنا يعني مثلا في النحل النحل اذا فأس البيض ملكتين يبقى لازم واحدة منهم تقتل التانية لان ما يصحش في الدستور ان تحكم الخلية الا ملكة واحدة وده بيحصل بالفعل انهم يتبارزوا وكل خلية النحل تعمل دايرة كده سامر ويقفوا تفرجوا ما حدش يتدخل لغاية ما نحل منهم تقتل التانية فتبقى هي الحاكمة لان في الخانون لا يجوز ان تحكم الخلية الا ملكة واحدة انما الدستور في النمل ممكن يسمح بان ممكن ملكتين يتعاونوا في حكم الخلية لكن مسألة مصير الزكور بعد التلقيح في النمل زي النحل مصير الزكور بعد التلقيح هو الموت واللي ما يموت شي يتقتل وتنفيذ الدستور دا في النحل صارم جدا وقاسي والنحل يتجمع كله النحل الشغالة يتجمع على الزكوران بعد التلقيح وينزل فيهم ضرب ولسع ويقتلهم واللي ما يموتش يشلوه برا هلبيلة ويكرشوه برا الخلية ويسيبوه يموت من البرد وفيه اكتر من خمس تلاف نوع من النمل كل نوع امه وكل امه لها قوانين ودستور ونظام شي غريب بيت النمل عبارة عن بضرمات وسراديب ودهاليز وغرف علوية وغرف سفلية وفي الواقع الغرف السفلية او الدهاليز والسراديب والبضرمات بتبقى مخازن وايضا النمل يضع البيض واليرقات في الغرف السفلية عشان بتبقى باردة نوعيا بينما الغرف العلوية لانها بالنهار بتبقى دافية فبيضع فيها الشرانق لكن بالليل يعنى عكس الوضع بتبقى الغرف العلوية بردة بتبرد اوي فيطلع النمل الشغالة وينقل الشرانق للغرف السفلية وطول الليل والنهار بنشوف النمل الشغالة عمال طالع بالشرانق النهار للغرف العلوية وبعدين بالليل ينزل بها الغرف السفلية عشان دايما تبقى فيه حد ادنى من الدفء عشان نمو العزارة اللي جوه الشرانق وفي الواقع يعني حياة النمل الواحد بيشوف فيها نمازج غريبة من العلم الغريزي يعني مسألة ان الشرانق والشرانق بالذات انها تتنقل للحتة الدافية سواء كانت غرفة علوية في النهار او غرفة سفلية بالليل وازاي ان الشغالة مكرسين نفسهم على العمل دي عمالين يشيلوا الشرانق بالنهار لفوق وبالليل لتحت ده علم علم غريزي ثم مسألة النمل الزراعي اللي هو بيزرع ويسمي دايش الوراب ويعمل خنوات ومصارف ده علم زراعي ثم الأمم النمل اللي بتعيش على الرعي المواشي الحشرية اللي حكينا عنها دي وتحلبها وكده برضو ده علم ثم يعني طيب مين علم النمل العلم ده ولو قلنا ان ده علم مغروس فمن الذي غرسه وبعدين ايه اللي يخلي أمم من النمل اللي بتعيش على البلطجة والأتل والاستعمار والغزو بينما أم تانية بتعيش حياة السلام وإكرام الضيف ورعي الأغنام ساعات ببص للنملة وافتكر حكاية العفريت المحبوس في أم أم وحكاية الجنية المصحورة على شكل عصاية وبيتهيالي ساعات ان النملة ده على قد ما هو شيء صغير كده إلا إن جواه مارد أنا مش شايف المارد ده لكن تصرفه يدل على إنه حقيقته أكبر بكتير جدا من مظهره سيدنا سليمان سمع النملة بيتكلم وسمع النملة بتتكلم عنه وعن جيشه مش عارف أنا يحصل لي إيه لو سمعت حاجة زي كده لو سمعت بالليل النملتين بيتكلموا تحت السرير واحدة بتقول للتانية انت شفت برنامج العلم والإيمان في التلفزيون اللي لدي على فكرة الدكتور مصطفى ده فانس قوي قال بيقولك إن إعنا بنزرع عيش الغراب البناء دمين دون مش فاهمين حاك هم مش فاهمين إن إحنا بنخمر عيش الغراب عشان نعمل منه مشروبات روحية لمولاتنا المالكة قطعا لو فرض إن سمعت حوار بالشكل ده هخش الخانكة تاني يوم وحتى لو حكيته للناس برضو حيدخلوكني الخرنكة على طول شي فضيع فعلا يعني ربنا كان لطيف جدا إنه حجب عنا لغات العوالم دي كلها وحجب عنا أيضا رؤية الملايكة والشياطين والجن قطعا لو الإنسان كشف له عن العوالم دي كلها واسمعها كلها بتتكلم ومع عواليه لا تبقى لاوشة كبيرة دي حاجة فضيعة فعلا لطف إلهي يعني إحنا الحقيقة مش عاوزين نستمر في الحتة دي لحسن الجنة إحنا كمان نشوف الأول الفيلم ونشوف أحوال النمل العجيب ونخش بيت النمل إحنا زي ما قلنا النمل أمم فيه في خمس تلاف أمة ونوع من النمل مختلفة في حياتها وقوانينها وعادتها اللي شايفينه حتة من البيت بيوت النمل بتبقى عادة على أطراف الغابة ورماكي اللي فيها أعشاب وحشائش وده اللي شايفينه ده بيت النمل تل صغير كده حواليه حشيش لو حنعمل مقطع في هذا التل الصغير حنكتشف أن النمل مفصل جواه نوع من الغرف والدهاليز والبدرومات والسراديب وإن فيه غرف سفلية وفيه غرف علوية الغرف السفلية بيحط فيها البيض واليرقات لأنها بتبقى نسبيا رطبة وبردة والغرف العلوية بيحط فيها الشرانق لأنها بتبقى سخنة دايما بتشوف الشغالة شايلين الشرانق شوف كل واحدة شايلة شرنقة الشرنقة بتبقى كبيرة كل واحدة شايلة شرنقة وطلع بيها بتطلعها فوق في الغرف العلوية اللي حكينا عنها الغرف العلوية بتبقى الصبح النهارة والنهارة تبقى دفية بالليل بتبتدي الغرف العلوية تبرد فيرجع تاني النمل الشغالة ده ياخد الشرانق وينزل بيها للغرف السفلية ليل نهار طالع نازل طالع نازل عملية غريبة ثم عملية زي ما قلنا فيها علم يعني ان دايما الشرانق بتتحط في الدفء ده مرتبط بعملية التعجيل في نوها وفي نطجة شوف كل واحدة شايلة شرنقة ازاي طالعين نازلين طالعين دول بقى ايه مدام نازلين يبقى معناها بالليل طالعين يبقى بالنهار على صور الامة دي من النمل اللي احنا شايفينها بتعيش على راعي حشرة المن وحشرة المن دي حشرة هي اللي شايفينها البيضة دي دي بتنضغ الجزور جزور العشاب وتاخد البروتينات اللي فيها والسكريات مش محتاجا لها فبتفرزها كفضلات النمل بيربي هذه الحشرة ويرعاها ويرعى بيضها ويدفع عنها وفي نفس الوقت يحلبها تبص لقى النملة عما لا تحسس كده على مؤخرة الحشرة علشان ايه تخرج المن لما تخرج السائل السكري بتاعها فاقوم النمل ياخده هنشوف الحكاية دي واضحة شوف 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 بيحسس على الحشرة ازاي عشان يحلب السائل السكري يطبطب عليها هنشوف ان في نوع من الحشرات بيعيش على اكل حشرة المن زي الحشرة دي دي بتعيش على اكل حشرة المن وهي عدو طبيعي فمجرد النمل يشوف الحشرة دي يطلع يجري ياخد المواشي الحشرية بتاعته ويخبيه زي ما قلنا الحشر دي بتعيش على اكل حشرة المن كل شيء ربنا خلق له عدو زي ما حكينا دي فكرة بسيطة عن التشريح بتاع النملة والقناة الهضمية شوفوا النملة بيتقاسم الأكل ازاي وقعدين بيقول لك دي لغة شوفوا اللغة اشارية وبعضهم يقول دي لغة كيموية وبعضهم بيقول لك لا ده بيقسم المواد السكرية مع بعض شوفوا بيحط بقهم في بق الزبع بعض ازاي النوع غريب من التعاون او التفاهم او القول ممكن تبقى فعلا حركات الشوارب دي لغة ممكن ايضا فيها حكاية اقتسام الأكل مع بعض لانه هي نظام التعاون حقيقة مؤكدة الغريبة ان هذا النوع من النملة ممكن يستضيف خنفسة ويقسم معها الأكل وشوفوا ازاي بيأكد بيأكل الخنفسة كمان جابها وبيأكلها حاجة شيء غريب دي يعني حاجة اخر لطافة يعني ازاي ما تفهمش يعني ازاي حصل التفاهم بين فصيلة وفصيلة طبعا الخنفسة ساعد تترازل او تبقى ضيف سخيف وتقيل وتبتدي تأكل الأكل النملة وزيادة فيبتدوا يحاولوا يكرشوها فهنا مش قادرين عليها شوف يحاولوا يكرشو الخنفسة ازاي تردوها برا شوف بقى تضيف لما يترازل وممكن بقى توصل بيأكل الخنفسة انها تبتدي تأخذ موقف عدواني فتبتدي تأكل البيض واليرقات كمان يعني بتأكل البيض واليرقات شيء فظيع دي نهاية اكرام الضيف في امم زي ما قلنا في امم مقاتلة بالنسبة للنمل والنمل ممكن يبقى فيه خليتين متجاورتين يتكسروا لدرجة انه يبتدوا يتنافسوا على نفس المنطقة وممكن تحصل معارك بين خلية وخلية النمل اللي هو عدوه طبيعي بيسوموه اسد النمل هو اللي عمل الحفر دي اذا شفت الحفر دي فاي حتة تعرف ان فيها اسد النمل في قاء الحفرة بقى الاسد مستخبي لما تيجي نملة تقع في الحفرة يبتدى يرش عليها رمل عشان ما تهربش شفوا بيرش هو مستخبي في قاء الحفرة كلما النملة تيجي تهرب بيرش عليها نمل عشان يدق لجه لغاية ما تقع في الحفرة يروح مسكها بالفك بتاعه له فك زي الحديد الحشرة المفترسة دي اسمها اسد النمل شفوا بيرش عليها من تحت ازاي هو مستخبي احنا مش شايفين شايفين بس ايه عملية رش الرمل ده لغاية ما يقبض عليها بالفك بتاعه وفي الواقع بيديها حقنة مش بس بي تصور حشرة تدي النمل حقنة شفوا بيعمل ازاي هو ابتدى يظهر يبان كده حاجة كده زي شفوا كلما تحاول تجري يرش نمل لغاية ما تقع ساعة ما تقع في الحفرة يروح مسكها بالكلبات بتاعته ويديها حقنة احيانا فراشة تقع في عش الاسد النمل فبرضه نفس المصير تتمسك بالكلبات الفضيعة بتاع اسد النمل واسد النمل ده في الواقع مرحلة تطورية من النوع من الزباب اللي احنا شايفينه ده اللي هو دراجون فلاي دي مرحلة تطورية من الطوله زي حوالي سنتيميتر ولوه فكين كده زي كلبات الحديد هم دول اسد النمل لثلاثة ربعة اللي احنا حطناهم دول ساعة ما يعود يروحه فجأة كل واحد يبتدي يعمل حفرة كده بطبيعته كل واحد الاول يدفن نفسه وبعدين بعد ما يدفن نفسه يبتدي يعمل حفرة وبعد ما يعمل الحفرة دي يبتدي بقى ينتظر الفريس وهو ده فالنفسه ابتدى حيعمل الحفرة بقى ويستنى اي حد يعدي يرش عليه رمل ودايما بنشوف عدد من سود النمل بيتتعاون في انهم يعملوا مجموعة مصايد جنب بعض عشان النمل اللي تفلت من ده تقع في ده شوفوا بيبقى مستخبى فين؟ بيبقى مستخبى في قاع الحفرة اي حد يقع في الحفرة يبتدي يرش عليه اه شوفوا مجموعة أسود نملة عاملين ايه؟ مجموعة مصايد جنب بعض عشان النملة اللي تهرب من هنا اسر النملة بعد مرحلة بيتحور الى حشرة كاملة اللي احنا شايفينها دي اللي هي بيسموها دراجون فلاي نوع من انواع الزباب اه هي دي الحشرة الكاملة الطور الكامل من اسد النمل زي ما حكينا ان ممكن اوي مستعمرتين متجاورتين من النمل تنشأ بينهم معركة شايفين هنا هون نمل الاسود وفي نمل احمر النمل الاسود بيهاجم النمل الاسود بيسرق شوفوا سرق الشرناء ازاي؟ سرق الشرناء واحد تاني اتى النملة صفرة في افلام كبيرة عملوها في السينما عن جيوش النمل ومعارك كاملة شيء رهيب دي ملكة النمل الكبيرة دي الملكة دي ملكة النمل الكبيرة دي الملكة وشرناء الملكة اللي بتطلع منها ملكة بتبقى اكبر الشرناء والملكة لها وقت اللي هي لم ييجي وقت التلقيح تطلع الملكات بره العش وتبتدي تعمل استعراض بجنحتها اللي لها جنحها دي هي الملكة والذكران كمان لهم جنحها هما كمان فبيطلعوا هما الزكور والملكات فوق العش يعملوا استعراض ويلف 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 ويلفهم وبعدها حيبتدي الطيران بقى تطير الملكة النمل والملكات النمل يطيرهم ووراهم يطير الزكور ويحصل التلقيح في الهواء وبعد كده يموت الزكور وبعدين الاناس الملقاحة كل واحدة منهم هتبقى ملكة ممكن تعمل كل واحدة منهم بيت او اتنين يتعاونهم على حكم بيت واحد الملكة تحتفظ بالسائل المنوي للذكر جواه تعيش عليه طول عمره ما تحتاجش بعد كده ابدا لأي ذكور بتشيل السائل السائل المنوي في حوصلة والحوصلة لها بواب كل ما تيجي تبيض بيضة تلقح هي اللي تلقح البيضة بنفسها تفرز سائل المنوي على البيضة فتلقح فإذا تلقحت البيضة بيطلع منها ملكة او شغالة إذا ما تلقحتش تطلع منها ذكر فأكن النملة هي الكائن الوحيد اللي ممكن تخلف ذكر او شغالات او ملكات على مزاجها حدش قدر يخلف على مزاجه ابدا إلا النملة ملكة النملة تقدر لأن كل السائل المنوي جواها وشيلف حوصلة وممكن تلقح البيضة وهي نزلة ممكن ما تلقحها وبالتالي تقدر تعمل نسبة ذكور زي ما هي عايزة في البيت ممكن تعمل عشرة عشرين واحد اثنين زي ما هي عايزة وممكن تعمل نسبة من الشغالة والملكات زي ما هي عايزة احنا قلنا البيضة الملقحة بيطلع منها ملكة او شغالة بينما الغير ملقحة بيطلع منها زكر عملية تلقيح البيضة بتحصل أثناء الملكة بالبيض وشوفنا ان الملكة تستغنى عن الزكور بعد كده خالص لأنها محتفظة بعدك بالسائل المنوي بكمية قضيها طول عمرها بتعيش حوالي عشرين سنة البيض بيفقس ويطلع منه اليرقات وشوفنا ان دايما البيض واليرقات بيبقوا في الغرف السفلية من البيت وأول ما شارنا اليرقات زي ما احنا شوفنا الشرانق يبتدي شغالة تنقل الشرانق للغرف العلوي عشان من أجل تعجيل النموه وبعدين تبتدي بقى كل يوم الصبح تطلع الشرانق فوق وبالليل تنزل الشرانق تحت تنزل الشرانق شي غريب ومملكة عجيبة عمل دائب طول النهار وطول الليل طالعين نازلين طالعين نازلين عالم الواحد بيعدي عليه وما يتصورش ان فيه أمم جنبه لها نظم وقوانين ودستير فيه فيلم علمي خد جيزة في المهرجان الأفلام التسجيلية الأخيرة عن نمل بيبني كبري معلق على مجرماء فيلم خمس داعي لكن شيء مذهل في الواقع السينما العلمية دي بقت شيء خطير عشان يعملوا فيلم زي ده قعد فريق من المصورين مرابط جنب بيوت النام لسنة مرابط عام الخيمة وقعدين مرابطين لغاية من نمل يجينه مزاجه كده وإيه ويبني كبري المعلق ده دلوقتي السينما بتلجأ لأساليب غريبة تصوير التلسكوبي من بعيد عشان الحيوانات تتصرف على راحته مش يخش المصور جوه يصور لا على بعد مثلا كيلومتر عدسات تلسكوبي أو تصوير بالأشعة تحت الحمراء بالليل أو تصوير تحت المية في غوصات وفي أجهزة غوص وكاميرات خاصة تصوير تحت المية أو تصوير خاص تصوير كاشف عن الحركة البطيئة اللي يقول عليه لابس فوتوغرافي يعني بدلما ياخدوا 24 صورة في الثانية ياخدوا صورة في الدقيقة عشان يقدروا يكشفوا حركات البطيئة زي حركة النبات وتفتح الظهور فالسينما العلمية الحقيقة يعني لها ضر خطير وضر فني مش مجرد أنها تعرض معلومات فن بقى فن كبير بيسألوني يا ترى الأجانب اللي بيعملوا الأفلام دي مؤمنين سؤال وجيه هي الحقيقة فيهم وفيهم فيهم مؤمنين وفيهم غير مؤمنين بالمرة وعايشين حياة مدية صرفة وما يخطرش على بالهم أبدا يعني وبعين دي مسألة مسألة ما تستغربوهاش يعني ممكن واحد ياخد دكتوراه في النمل وعمره مفكر في رب النمل ولا خطر على باله أن النملة لها رب وبيبقى عالم كبير واخد جوايز واخد إجازات علمية كبيرة لكن كل علمه ما يخرجش عن نطاق الظاهر والحواس الخمس والعالم الزمان والوكان والواقع وما يفكرش في الورائيات والغيبيات ولا تخطر على باله بالمر وما يتصورش أن فيه وراء العالم ده حاجة خالص ربنا بيوصفهم يقولك يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ممكن تبقى عبخري جدا في العلم الظاهر والعلوم الباطنة بالنسبة لك مرفوضة أو ما تخطرش على بالك والمسألة أحيانا بتبقى حرفة وشهرة ومهارات علمية كبيرة وإنسان متاخد في حياة اللحظة ودوامة الدنيا وغافل تماما عن أي شيء آخر والعلم زي ما قلنا علمين فيه علم ظاهر وفيه علم باطن المصري الأديم من سبعة آلاف سنة أدرك المسألة الغيبية الكبرى وهي الحياة بعد الموت وبنى الأهرامات عشان الموت ما بنى حاجات ما بنهاش للحياة فده في الواقع دول أهل قلوب اللي هم بقدروا يدركه عبر الواقع لكن فيه أهل العقول اللي هم مهرة جدا وعباقرة في تحليل الواقع وفهمه ودرك قوانينه ده كل العلم الغربي قائم على المسألة دي طبعا يعني محظوظ جدا اللي ربنا يجمع فيه يجمع فيه العلم الظاهر والعلم الباطن يكون من أهل العلوم الظاهرة ومن أهل العلوم الباطنة لأن العلم الظاهر في النهاية ممكن تحصيله مسألة مذاكرة وتجارب وعكوف ودراسة ومجلدات ومؤتمرات ممكن لكن العلم الباطن ده علم عزيز ومش كل واحد يعاوز موهبة خاصة وإحساس خاص وشفافية خاصة لا غنى في الواقع للإنسان عن العلوم الظاهرة لأن هي دي بتقوم عليها التكنولوجيا كلها والسيطرة على البيئة وبعدين هي أداة من أدوات القوة خطيرة جدا فلا غنى للإنسان مطلقا عن أنه يحيط بعلوم الظاهر وأنه يدرسها لكن مش كفاية يعني إنسان ما يعتبرش كامل أو العلم ما ببقاش كامل إلا إذا جمع بين العلم الظاهر والعلم الباطن العلم بالنملة والعلم برب النملة فربنا يجعلنا من أهل القلوب ومن أهل العقول لأن هي دي شهادة الكمال البشري وإلى حلقة قادمة بإذن الله